هذا العام اختير شعار المياه والتنمية المستدامة ليوم المياه العالمية الذي يصادف في 22 من آذار من كل عام فأي تنمية هذه التي ستتحقق في فلسطين في ذا الاستحواذ إسرائيل على أكثر من 90% من مصادر المياه الفلسطينية الأمر الذي ينعكس سلبا على كافة القطاعات لسيما الزراع ما زال هناك قيود يفرضها هذا الاحتلال في استغلال لقرابة 90% من المصادر المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذا يؤدي بالتأكيد إلى انعكاس ذلك على حياة المواطنين وكذلك أيضا على كافة القطاعات الأخرى يعني عملية التنمية في فلسطين هي رهن بيد الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد مياه كافية للزراع لا يوجد مياه كافية لكافة القطاعات سواء نتحدث عن السياحة تسيطر إسرائيل على مصادر المياه المختلفة سواء السطحية أو الجوفية وتحرم الفلسطينيين منها فإن متوسط نصيب الفرد من استخدام المياه من قبل المستوطنين في الضفة الغربية أعلى بنحو سبع مرات عن مثيله لدى الفلسطينيين منظمة الصحة العالمية تتحدث كحد أدنى يعني لا يمكن النزول عنه هو مئة لتر لا الفرد إذا ما انتقلنا إلى أرض الواقع فحصة الفرد الفلسطيني هي من 15 لتر حتى 70 لتر وبالتالي المعدة اللي بيطلع تخريبا نحكي عن 40-45 لتر للفرد بالمقابل الإسرائيلي بيحصل على 300 لتر والمستوطن يحصل يعني من 500 ل 800 لتر واقع صعب يعيشه قطاع المياه في فلسطين جراء نهب الاحتلال لمصادر المياه أما بالنسبة لوضع المياه في قطاع غزة فهو كارثي فحوالي 97% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر نبال فرصخ رؤيا